مبروك ركبت الكاميرا ممتاز فيش اشي خرب فيش اشي نكسر هلا بدنا نشغلها ونبلش نصور فيها اول اشي بنا نعمله اللي هو بدنا نفك غط العدسة مشان نسمح للكاميرا انها تشوف الصورة ونصور فيها ثانيا نتأكد انه العدسة اللي على الكاميرا محطوطة على وضعية الـ AF اللي هو الـ Auto Focus مشان تأخذ الـ Focus بشكل اوتوماتيكي لحالها بعدين رح نحكي عن الـ MF من الـ Manual Focus بالفيديوهات الجاي هلا بنشغل الكاميرا من فوق حكي انا بالـ 4000D ما فيها Capsed On No Off من نفس العجل اللي فوق بتحولها على الوضعية اللي بدك تصور عليها فانا بدي اصور على وضعية الـ Automatic Plus هاي اول وضعية بدك تبلش فيها انت كم مصور هلا اذا كانت كاميرتك فيها Capsed On لحالها عادي اضويها بعدين اكبس على العجل وحوله للـ A Plus عادة هو بيكون الخيار الوحيد اللي لونه اخضر على كل العجل فانت بتلف العجل عبين ما توصل للـ A Plus ويكتشتغل معاك الكاميرا بدنا ننتبه على شغلتين الاولى انه انت ما فيش اشياء كثيرة تقدر تعملها بهاي الوضعية الـ Automatic Plus بس عليك انك توخذ صورة انه عادة شوية شجان صحيح الله يا الله شجان انا بصور فيديو بدك تطلع معي تعال تعال طيب بس بدنا نصور الفيديو لو سمحت عادي ارتاحي ارتاحي عارف بدنا نكمل الفيديو لو سمحت لا ساعة تغلينا بالفيديو يلا ارتاحي خلاص وين وصلنا طريقة الصحيحة مشان تمسك الكاميرا اللي تاخذ الصورة فيها اللي هو بتحط ايدك تحت العدسة مشان تقدر تغير زوم براحتك وبنفس الوقت ترك الكاميرا على ايدك وبتحط عينك هاي المنطقة اللي منسميها View Finder هيك انت بتثبت الكاميرا على ثلاث نقاط ارتكاز اللي هي ايدك اليسار ايدك اليميلي هون وعلى جبهتك على عينك تقريبا هون فهيك الكاميرا بتكون ثابتة احسن وضعيه حلا لما بدنيجي نوخ الصورة بدك تنتبه انه الكبسة اللي بتاخذ الصورة هاي اللي قدام العجل هاي عبارة عن مستويين من الضغط ايش يعني اذا ضغطت عليها اذا كبست عليها بشكل خفيف هيك انت بتعطي امر للكاميرا تاخذ Focus فاكبس عليها بشكل خفيف ما تشد على الاخر واستناها شوف شو رح يصير رح تنتبه انه العدسة تحركت شوي بعدين طلع الصوت زمول بي 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 بكل بساطة انت عم تعطي امر للكاميرا تاخذ Focus فانت بتحركها للمكان اللي انت بدك اياه وبتكبس نص كبسة عبين ما ياخذ Focus ايوه وعادة بعطيك نقطة خضرة جوا في Viewfinder هلا بس تتكد انه Focus صح بتشد اصبعك على الاخر وهيك بتعطي امر للكاميرا تاخذ الصورة خلينا نعيد على السريع تطلع على Viewfinder بتكبس نص كبسة يعني ما تشد على الاخر عبين ما تسمع صوت الزمول هيك تمام بعدين بتشد اصبعك على الاخر وهيك بتتاخذ الصورة طبي يليو عم بحاول اخذ Focus لكن مش زابط لما تيجي تاخذ Focus بالكاميرا وما يزبط الاولى انه انت بتاخذ Focus على منطقة فاضية يعني ما فيها تفاصيل زي حيط ابيض مثلا او شاشة سودا ما فيها تفاصيل او اشياء تفاصيلها بسيطة جدا التكستشور تاحها جدا بسيط لو كان فيها خط واحد واضح ممكن تاخذ الكاميرا عليه Focus الشغل الثاني اللي هو عدم وجود اضاءة كافية انت عم بتصور في مكان جدا معتم فعادة بعض الكاميرات حتى تحل هاي المشكلة بيكون فيها ضوء اصفر بضوي مشان يساعد الكاميرا تاخذ Focus اذا كانت الاضاءة ضعيفة في المكان الحال الثالثة انه انت عم بتحاول تصور اشي بعيد عن الكاميرا ثلاثين سانتي ثلاثين سانتي واقل الكاميرا مراح تقدر تاخذ Focus فانت لازم يكون ثلاثين سانتي وابعد يعني ما تحاول تصور اشي كثير قريب طب يليو بشوفهم بصوروا حشرات ومجورات والاخرهي هاي عدسة خاصة بتسمح لك تاخذ Focus تقريبا عن مسافة سانتي من ثم العدسة هلا احنا بنحسب الثلاثين سانتي مش من العدسة يعني مش من هون نحسب الثلاثين سانتي من بدي تقريبا بنشرح انها بشكل تفصيلي اكثر لبعدين لكن بدك تحسب الثلاثين سانتي من بدي الكاميرا لحد الابجكت اللي بدك تصوره قطعة المجورات او الوردة الى اخرهي فاذا ما زبط الفوكس بدك تحاول تبعد الكاميرا وترجع تاخذ Focus من جديد هلا اول ما تفتح الكاميرا تضويها ON رح يطلب منك الوقت والتاريخ والمكان هلا احنا بالأردن نتبع اللي هو Plus 2 اللي هو رح يكون كايرو القاهرة فاحنا بنتبع هاي المنطقة الزمنية والوقت والتاريخ بتحطهم حسب سعتك والتاريخ مشان يتسجل ع كل صورك فحاول تهتم فيها صراحة لانه بتعملها مره بحياتك وبتظل مخزنة على الكاميرا بس تتخلص من الكاميرا تطفيها OFF وبتسكر العدسة مشان ما تنجرح وبتضوبها بالشنتي بالفيديو الجاي بدنا نحكي عن شوية ممكن تعدلها حتى تتحسن من استعمالك للكاميرا في وضعيت الـ automatic